موسيقى كانت مزرعة كسائر المزارع والبساتين هنا شمالي العراق إلا أن صاحبها حولها إلى ما يشبه المنتجع لتصبح مقصدا للسياح والزائرين في السليمانية من مختلف المحافظات العراقية جاءت لهذا المكان تأتي سواح من جميع أنحاء البلاء العراق كان من كاركوك أو سليمانية أو بغداد يأتي سواح من بغداد لهذا المكان وكان مكون كل ما أشوف حوض السمك وعندنا خضروات بيات الزجاجية المزرعة تؤمن تجربة شراء الخضروات والفواكه الطازجة إذ يقوم الزائر بقطف الثمار بيده ويقول صاحب المشروع إن المزرعة تتضمن أكثر من مئة منتجا زراعية أول سوق شعبي مفتوح للمواطنين يقطفون الثمر بأيديهم داخل المزرعة نحن في مزرعة كردستان مزرعة نموذجية حاليا عندنا أكثر من مئة وخمس منتج زراعي في مزرعة كردستان من إنتاج الفواكه ومن إنتاج الحقل الخضري لا يقتصر الأمر على الفواكه والمزروعات في هذه المزرعة الفريدة بل تؤمن أيضا لزبائنها الأسماك الحية الطازجة والدواجن كما تعتبر المزرعة سوقا شعبية للمنتاجات اليدوية قصصنا قصم من مزرعتنا للمجال الثروة السماكية وفي مجال الدواجن ونحن الحمد لله هسى الزوار لما يزورون مزرعتنا كسوق شعبي في شايخانة وسوق شعبي للنسوان اللي يشتغلون شغلات يدوية لعل هذه المزرعة وغيرها من المشروعات والأفكار الجديدة التي ابتكرها العراقيون شاهد على أن العراق ما زال يحتفظ بشعب يتحدى أصعب الظروف ويأبى أن يكون عالة على الآخرين